وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شكرا للمشاهدة 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 شكرا شكرا للمشاهدة 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 فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أَلِفْ لَا مَرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة 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 الله أكبر الله أكبر شكرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله شكرا 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 للمشاهدة 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 إذ قالوا شكرا للمشاهدة للمشاهدة أرسله للمشاهدة شكرا للمشاهدة الله للمشاهدة للمشاهدة شكرا 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 للمشاهدة سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين أراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مفواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ قرهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب الأليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من قبل قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من القاطئين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين أمين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها خبا إنا لنراها في ضلال في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن له حتى حين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركت لكل جديد أمين أمين for all of us So that shows you subhanAllah that we have to be cautious with our emotions we have to be cautious with the way that we reign in and we engage in tazkirah to make sure that we engage in constructive or cultivate constructive emotions rather than destructive ones subhanAllah But one of the most beautiful parts of the story of Yusuf is what happens in the very end After all of this after going through all of this subhanAllah look where Allah subhanAllah بلاد تعالى عنه was more focused on Allah سبحانه وتعالى so I actually missed those beautiful moments that's number one and number two look at the aratud of Yusuf how did he get to that position regardless of what happened to him his connection with Allah never shook he didn't shake he didn't play the victim card he made the best with what happened to him imagine he was thrown into a well by his own brothers and then when he gets into that well he is captured by people who look at him and they say this is great merchandise instead of asking are you okay what happened who did this to you can we help no this is great we just found a great opportunity to make money imagine from his perspective and they sell him into slavery so from your own brothers abusing you to the community the public abusing you and then after that subhanallah he goes into the palace of the king alhamdulillah a little bit of relief but then the wife of the aziz herself as we're gonna hear tries to actually seduce him tries to abuse him in that sense so imagine all kinds of abuse from physical abuse right to communal abuse to individual psychological you know abuse we need to be careful of the language say the word you say the word you sure sexual abuse he said it his fault blame him he's saying say it be explicit okay don't hide it man okay no problem uncle's the filter card right here mashallah right so all of those kinds of abuses subhanallah and when he is now in a position where he's told either do this either accept or you're gonna go to jail what does he say jail is better for me than to do this than to be a part of this can you imagine jail is better for me than to be a part of this and what's amazing in all of this is that she was a powerful woman she was again you can imagine based on the story she was imagine in that position you expect these women to be taking care of themselves dressing in a certain way all of that from the aristocracy and elitist all of these things and she's the one inviting him right inviting him but he says how can I do this to my lord who's been good to me my lord allah who created me and the lord of this house who is taking good care of he's the one who took me in despite all of that and now when he goes into jail because he refuses to do the haram imagine at this moment most of us would have broke we're broken I haven't done anything wrong why is this happening to me what's going on but he didn't say any of that when he went into jail he said hey what can I do here to do good to give back good so he built a good reputation good relationship with the people in the jail the inmates to the point where they trusted him with their most intimate of thoughts their dreams if you know anything about gangsters or thugs a gangster is not come to you and say guess what I saw last night in my dream let me share with you my dream you don't get to that level no way you gotta maintain this big macho and you're in jail right but for some reason subhanallah he built such a good relationship with the people in jail after all that trauma to a point where they came to him and they confided in him with that which is most intimate that which is most intimate and after subhanallah I can imagine he was giving them food and he was giving them comfort listening to them being present getting to know them having honest conversations and through all of that they themselves come to him asking tell us more about you like who are you and answer these questions for us and instead of just answering the questions first let me tell you not about me let me tell you about Allah you wanna know my story my story is not gonna make any sense to you until you first understand my creator my inspiration the source of all that I know and the source of all that I live for what grounds me what keeps me productive what keeps me constructive what keeps me happy what keeps me motivated amongst all the chaos so he uses it as an opportunity for da'wah as an opportunity for da'wah and then he tells that person hey this is what's gonna happen one of you is gonna be free if you're freed mention my story remind the king remind the leader one day about my struggles just mention my name ask him to see what's going on to look into this case again to reopen this investigation but he forgets about him completely completely forgets about him imagine at this moment he would have broke down but no he doesn't break down when he's invited finally after you know much much time has passed a long time has passed he's given the opportunity to give and to interpret a dream and he doesn't hold back most of us what is ghalas man doom and gloom they've done this to me society has done this to me I know what's gonna cause a catastrophe a social catastrophe a hunger a famine across all of society they don't deserve it let them have it ghalas let them die who cares but that compassion and the mercy in his heart never died never died because his love and his attachment to Allah subhanahu wa ta'ala never died and in the story of Yusuf ayat lissa ilin there are lots of signs for those who are looking Allah is greater than your anxiety your stresses your inferiorities your difficulties your challenges your tests your trauma Allah is greater than your trauma Allah is greater than the plot of any human being any shayateen against you Allah is greater than any of that so never lose focus never lose track of that reconnect with Allah subhanahu wa ta'ala begin any kind of healing physical healing any kind of healing with spiritual grounding in the name of Allah through Allah constructively grounded for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala may Allah subhanahu wa ta'ala allow us all to learn from the story of Yusuf may Allah subhanahu wa ta'ala allow us all to benefit from the lessons shared in the story of Yusuf and may Allah allow us to be from those who are constructive connected to him regardless of what happens the most important one oh and he's reminding me the most important thing at the end he forgave them all لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم there's no blame upon you on this day right and just very quickly he reminded me mashallah what does he say what does he say how does he word it من بعد ما كاد أنزغ الشيطان بين بين إخوتي right almost it was almost as if shaitan was gonna ruin my relationship with my brothers he doesn't say you almost ruined us he doesn't say that he says you know shaitan got in the way between us look at that look at the beauty of how he says it he doesn't blame them it's okay things happen shaitan tried to ruin us but we're still together we're a family we got this subhanallah the most beautiful of etiquette may Allah make us among those people who embody that can I please request for the mic to be fixed it's very low if it continues to be this low we're probably gonna lose our vocal cords inshallah so please let's fix the mic rizakallah khair bismillah so please let's go thank you اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصنب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبر عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤِيَايِ إِنْ كُنتُمْ لِرُؤِيَا تَعَبُرُونَ قَالُوا أَضْغَافُ أَحْلَامُ قَالُوا أَضْغَافُ أَحْلَامُ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَاذْتَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاق وسبع سنبنات قطر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبنه إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاف الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين أمين قال ما خطبتن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت مرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لبن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على قزائل الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدقلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا نفاعلون الله سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعبت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين قالوا سنراود عنه أباه وإنا نفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكين فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافرون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتهم ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل وعليه فليتوكل المتوكلون اللهم اللهم الحمد الله أكبر اللهم اللهم الله الله أكبر شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 فإن دعوه هنا لدعوه هنا وكذلك سيئة لدعوه هاتفة حداقات لدعوه هذا المنحل فكذا تباعد من على طريق الانية وأنتظر بالحديث ويجب أن تكون لدعوه أماكن منظر الانجام أمين أمين في الوصف ومع ذلك ودينا موجود في المنحل والوصف نسى الله سبحانه وتعالى ليشفيها من كل شيء ليوذيها وان اه يرزقها شفاء لا يغادر سقما يا رب امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين امين ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لدو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحل اي فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدى باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وثوق كل ذي علم عليم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصرفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان نأكذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين امين فلما استيأسوا منه خلصوا نديا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن ابرع الارض حتى يأذنني ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين اردعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان يبتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وبيضت عيناء من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرطا او تكون من الهالكين قال انما اشكوا بثي وحسني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون الله اكبر سمع الله لمن حميده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر شكرا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببطاعة مسجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ليح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي طلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل ربيا من قبل خد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديد فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألفقني بالصالفين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم معرضون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا لجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلا رجالا نوحي إلا رجالا نوحي إلا رجالا نوحي جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يذبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بنقاء ربكم توخنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يقشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوانه يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقنون موسيقى 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 سمع الله لمن حمده الله أكبر موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقناة وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزر ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم عاد الله يعلم ما تحمل كل أنتا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببارغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وضلال بالغدو والآصال الله أكبر الله أكبر قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خلق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأسواجهم ومن صلح من آبائهم وأسواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء لهدى الله الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أثمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عذهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا 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 ويلا شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أكبر اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى وفي علين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد أبدا أبدا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كما تقول اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ربنا خالقنا ورازقنا ومولانا يا من سألناك فرزقتنا يا من سألناك فرزقتنا ورجوناك فغفرت لنا وعصيناك فسترتنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل دأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر أمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وتبتنا وثق الموازيننا وارفع درجاتنا وحقق إيماننا اللهم إنا نسألك العلا من الجنة اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم إنا وقفنا ببابك وأنت خير من يوقف ببابه فلا تردنا خائبين اللهم إننا وقفنا ببابك وأنت خير من يوقف ببابه فلا تخرجنا من رحمتك مطرودين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وأنت على كل من آذانا وظلمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأستادنا وأصحاب الحقوق علينا من النار اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا كما ربيانا صغارا اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم اجز عنا نبينا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن بعدته ورسالته اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده شربة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم ارزقنا شفاعته اللهم ارزقنا شفاعته اللهم اضلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم اضلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم هوم علينا ضمة القبر وعذابه اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم مد لنا في قبورنا مد أبصارنا اللهم مد لنا في قبورنا مد أبصارنا وأرنا مقاعدنا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا شكرا